اشتركوا في القناة نبدأ من خلائط طبقات الجوي كافة نبدأ من خلائط طبقة 500 ميلي بار على ارتفاع 5 كم والتي يظهروا فيها كما تلاحظون هنا فإنها مرتفعا جويا شبه مدارين علوي يؤثر على مناطق واسعة من جزيرة تيكريت وجنوب الجزر اليونانية وحتى جزيرة قبرص وجنوب تركيا مع عموم مناطق بلاد الشام وشمال شرق الجزيرة العربية منهم توقع أن يؤثر هذا المرتفع الجوي مع كتلته الهوائية الحارة بدرجات حارة أعلى معدات لمثل هذه الفترة من السنة أيام الأحد والاثنين لكن مع ساعات منتصف الأسبوع يستشعر هذا المرتفع الجوي شبه المداري قدوم كتلة هوائية باردة من دول البلطيق باتجاه البلقان وحتى مناطق البحر الأسود لينحاز باتساه ويسط الجزيرة العربية وتنحاز معه كتلته الهوائية الحارة التي ستؤثر مطلع الأسبوع في الحقيقة فإن هذه الكتلة الهوائية الباردة التي تنحاز من دول البلطيق باتجاه البلقان يتوقع أن تطفي أجواء خريفية معتدلة مع هبات رياح نشطة وصحب متفرقة واحتمال زخاط مطار متفرقة على أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد وحتى المناطق الساحلية نلاحظ هنا منتصف الأسبوع هبوط هذه الكتلة الهوائية الباردة باتجاه الجزيرة اليونانية متجاوزة البلقان وحتى مناطق تركية ليكون تأثيرها أعمق خلال أيام الأربعاء والخميس والجنعة بدرجات حرارات هنا معدلاتها بشكل واضح وصريح مع نهاية الأسبوع تقترب أكثر فأكثر من الجزيرة كريت وجزيرة قبرص ومن ثم باتجاه مناطق شمال غرب بلاد الشام لتبقى الأجواء خريفية معتدلنا مطلع الأسبوع القادم ننتقل الآن لإخراج الطبقات الضغط الجوية من سطح البحر لنعرف كيفها ستتفاعل مع اقتراض هذه الكتلة الهوائية الباردة كما تلاحظ هنا فإن مخفضا جويا سطحيا حراريا مندامج مع مخفض الهند الموسمي هنا في الجزيرة العربية تؤثر بامتداثة على مناطق بلاد الشام بين الفينة والأخرى كما نلاحظ منظوم الضغط جوي عميق فوق شمال البحر الأسود تؤثر على البلقان والبحر الأسود وتصل امتداثة حتى تركيا لكنها ستتحرك باتجاه مناطق روسيا تحرك هذه المنظومة الجوية باتجاه مناطق روسيا يبعد احتمال الأمطار العام عن مناطق بلاد الشام خلال هذا الأسبوع والتي قد تقتصر على مناطق السواحل مع نهاية الأسبوع وتبقى التأثيرات للمنخفض الجوي السطحي الحراري ولكن تتولد بعض المنخفضات الجوية كما تلاحظون هنا في جزيرة قبرص هذه المنخفضات الجوية السطحية الضحلة قد تؤثر بأمطار متفرقة على المناطق الساحلية ستكون رعدية مع احتمال تساقط البرد وقد تمتد باحتمال ضعيف إلى مناطق شمال غرب البلاد والله تعالى أعلى وأعلى بناء على هذا التحليل لتطورات غلاف الجوي في نتوقع بإذن الله تعالى يكون تقس الأسبوع الجاري صيفيا مشمسا حارا نسبيا حتى مساء الثنين ليتحول إلى خريفية معتدل وغائم جزئيا على عموم مناطق دمشق مع درعة مع حركة رياح نشطة نسبيا حيث تنخفض درجات الحرار منتصف الثلاثينات وحتى نهاية العشرينات أما تقس السويداء والقنيطرة فيكون مشمسا خريفيا مؤتدلا ولطيفا يتحول منتصف الأسبوع إلى غائم جزئيا مع خفاض كبير في درجات الحرارة حيث تقترب نهاية الأسبوع من منتصف العشرينات مع حركة رياح نشطة إلى قوية وعليه فمنهم توقع يكون التقس غائما جزئيا في أجواء عموم مناطق الجنوب نهاية الأسبوع والله أعلم بالانتقال لمناطق الجزيرة السورية نتوقع بإذن الله أن تكون الأجواء صيفية مشمسة وحارة بوضوح مطلع الأسبوع الجاري على عموم مناطق القامشلي مع الحسكة وحتى الرقة وعموم مناطق دير الزور تتحول إلى معتدلة مع انتشار للسحب المتفرق اعتبار من منتصف الأسبوع وبعد حيث تنخفض رجالة الحرارة من بداية الأربعينات وحتى بداية الثلاثينات مع بقاء حركة الرياح متوسطة إلى ضعيفة نسبيا والله أعلم أما فيما يتعلق بتقس مناطق الشمالية الغربية والساحلية وعموم مناطق الوسط والداخل فيكون التقس صيفيا مشمسا وحارا نسبيا مطلع الأسبوع يتحول اعتبارا من صراح الثلاثاء إلى خريفيا معتدل ولطيف مع انتشار للسحب المتفرقة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح الغربية على عموم مناطق إدلبة وحلبة وحماتة وحتى حمص حيث تشير التوقعات إلى درجات حرارة عند نهاية العشرينات اعتبارا من نهار الأربعاء وبعد أما السواحل فمن المتوقع أن تشهد أجواء خريفية معتدلة مع انتشار ملحوظ السحب المتفرقة تتكاثر هذه السحب خلال النصف الثاني من الأسبوع لتترافق مع فرص أمطار خريفية تتخللها العواصف الرعدية واحتمالات تساقط البلد نهاية الأسبوع مع وصول درجات حرارة حتى منتصف العشرينات ومن المتوقع أن تكون فرص امتداد الهطول باتجاه المناطق الداخلية ضعيفة ولكنها موجودة والله تعالى أعلى وأعلم ننتقل إلى تفاصيل تقصي إدلبة وحلبة وعمل المناطق الداخلية خلال قادم الأيام الأحد تكون الأجواء مشمسة وحارة نسبيا تنخفي درجات حرارة لتلامس 35 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 19 درجة مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات متوسطة نسبيا لتلامس 25 كم في الساعة الاثنين تقص مشمس حار نسبيا تسجل درجات الحرارة خفاضا جديدا لتلامس 34 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 19 درجة مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات ضعيفة نسبيا لتلامس 20 كم في الساعة الثلاثة يبقى التقص مشمس حارا نسبيا تحافظ درجات الحرارة على قيمها لتلامس 33 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 20 درجة مئوية في حين تهب الرياح الغربية بسرعات ضعيفة نسبيا لتلامس 20 كم في الساعة الارمعية تحول التقص إلى خريفيا قائما جزئيا مع فرص إزخات مطر ساحلية تسجل درجات حرارة خفاضا كبيرا لتلامس 31 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 19 درجة مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات نشطة نسبيا لتلامس 30 كم في الساعة الخميس يطرؤون خفاض جديد وكبير على درجات الحرارة يبقى التقص خريفيا معتدلا مع زخات مطر رعدية على السواحل تلامس درجات الحرارة 29 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 18 درجة مئوية في حين تهب الرياح الغربية بسرعات نشطة عند 30 كم في الساعة الجمعة تكون الأجواء غائمة جزئيا وخريفية بامتياز تشهد درجات الحرارة خفاضا جديدا لتلامس 28 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 17 درجة مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات نشطة لسميا عند 30 كم في الساعة الساعة السابق تقص خريفي غائم جزئيا مع احتمال ضعيف لزخات من المطر تسجل درجات حرارة فاعا طفيفا لتلامس 29 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 16 درجة مئوية في حين تهب الرياح الغربية بسرعات نشطة نسبيا عند 30 كم في الساعة والله تعالى أعلى وأعلم السادة المزاعين عطفا على توقعاتنا في النشرة آنفا والتي أشارت توقعات برطوبة جوية عالية ودرجات حرارة مخفضة فإننا نهيب بكم ما يلي أولا تكثيف الكشف الدوري على حقوق القرعيات حيث أن مؤشر الإصابة بمرض البيض الدقيقي الخطير سيرتفع بشكل ملحوظ ثانيا دعم بساتين الزيتون برية مشبعة وحقن سماد عالي البوتاسمع لتسريع النضج حيث أن أغلب المزارعين ينهجون لهجة تبكير في القطاف ثالثا تطبيق رشة سماد ورقي على أجل الفستق الحربي عقب القطاف لتعويض إجهاد الحمل للمحافظة على أوراق قوية حتى بداية موسم التساقط مما يزيد من مكتنزات الشجرة للموسم القادم من استوديوهاتنا في إدلب كان معكم في الإعداد والتقديم المهندس أنس الرحمون أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته